انت مش بس عايز تسيبني وتسافر ده انت كمان رايح تقول لرحيم قابل من انا في حد يخبي علامه حاجة زي دي وازاي اصلا قهون عليك تسيبني وتسافر ازاي يا ستي ده لسه مجرد تفكير انا ماخدتش قرار وبعدين انا كنت زعلام من اللي عمله سيد وانتي مردتيش عليه مهما كان اللي بنا مهما كان اللي حصل لازم تجي وتحكي لي برضو يا زياد يعني اشوفك بتكبر قصاد عيني يوم بعد يوم لحد ما بقيت رجل زي القمر وبعدين في الاخر عميتك تيجي تاخدك عالجاهز طب يا فريدي دلوقتي جالي عقد عمل برا مش هتخلينا سافر لا طبعا ايوا طبعا تسافر ايه وبتاع ايه انا اللي هشغلك وانا اللي هاختار لك عروستك وانا اللي هجوزك وربي عيالك واشوفك بتكبر قدامي كده لحد ما تبقى راجل مال وهدومة تقول يا سافر برا برا ايه وبتاع ايه يا ستي انا لسه ماخدتش قرار زي ما قلتلك والله مجرد تفكير ما تفكرش اصلا الموضوع ده ما يجيش في بالك من اساسه انت ازاي يا زياد بتفكر انك تسيبني ازاي انا مش قادر افهم اذا كنت امي مش قادر اسيبك هنا واروح اقعد مع سيد انت عايز تسيب البلد كلها طب ما فكرتش فيا ما فكرتش انا ممكن يجرالي ايه من بعدك انا مش هسافر واسيبك حبيبي حبيبي ونور عيني كمان سبت اعمال برا الفيلا دخلت لقيت رحيم جوا والاتنين بيتلوبوا مني نفس الطلب في نفس الوقت الاتنين عايزني وانت عايزة ايه ساعد بحس ان الاختيار سهل حتى مش محتاج تفكير عشان بتختاري بقى لك انا بكره الكلام ده كأن الانسان بقى اتنين قلب وعقل ما فيش حاجة اسمها كده في انا عايزة ايه قلبي وعقلي حاجة واحدة بس اسمها داليا داليا انت بتفكري بعقلك زيادة عن اللزوم علشان مش شايفها الفرق العقل والقلب واحد العقل بيستقبل المشاعر والافكار والقلب بيدق على اساسه يعني لو العقل كره القلب مش هيدق ولو العقل حب القلب حيدق عشان كده انا مش شايفها الفرق طيب بص يا زيدي المقصود بالقلب والعقل هو الفرق بين واحد بيفكر في كل حاجة وبيحسبها بالورقة والقلم الناس اللي بتحسبها بالورقة والقلم بيفكروا في كل تفصيلها والناس التانية اللي بتمشي وراء قلبها من غير ما تفكر الناس بقى بتختازل كل ده في جملة واحدة بصراع القلب والعقل وانت واحدة من الناس اللي بتحاول تصدر انها بتفكر بعقلها طول وقت بتحسبها بس انا عارفة كويس انك بتمشي وراء مشاعرك اكتر ما بتحسبيها ولو قلتلك اني مش بحب المشاعر طب انت سمع الجملة اللي بتقوليها اه سمعها جملة واحدة بتتعزب ولا جملة واحدة خايفة تمشي وراء مشاعر تاني حترجع لموضوع القلب والعقل ده داليا هو داليا بحس ان الكل ما تقربيه من رحيم المشاكل بتزيد برغم ان انا عارفة كويس قوي انك بتحبيه هو ومش بتحبي يا ماد ايه اللي بينكم ايه اللي مخاليكي مش قادرة تبقى معي مفيش طريقة حياته شغله اسلوب العيشة اللي عايشها كده يعني مفيش حاجة ما انت عارفة اقولي ده من زمان في حاجة تانية يا داليا مفيش حاجة اقولها في حاجة يا داليا قولي كل لجواك عشان قادر اصاعدك اتكلم اقول ايه بس في حاجة تقوليها بس انت بتقاوم انا مش بقاوم بتقاوم ولك الدليل اكبر دليل يا ستة ان عقلك الباطن الاحة عليك وفضل يزن لغاية ما جابك لغاية انا عشان تحكي لي علشان يزيح حملة قلمي على قلبك بس عقلك الوعي بقى يا ستة رافض وبيحاول يقناني انه مفيش اي حاجة خالص والمشكلة اسلوب حياته الغلق وده مش حقيق ده عقلك الباطن انت اللي بقولك كده ده مش حقيق داليا داليا في حاجة بينكم الرحيم احكي لي عليها عشان اقدر اساعدك مفيش حاجة اقولها على فكرة يا مدوحان كل الفايلز دي موجود مانها نسخة صوفت كوبي على اللابتوب ماليش فيه يا اخوي انا حب امسك الورق في ايدي عشان افهم انا دبلوم تجارة اللي حضراتك تشوفيه انا عايز افهم بقى فضالي البدعة متأخرة ليه في المينة دي كانت واقفة على شوية اجراءات وكانت المفروض مادام امينة يا عنا الله الله يرحمها يا اخوي مالها بقى يعني كانت المفروض هتخلص الاجراءات وكانت المفروض هتخرج الحاجات دي لأسبوع اللي فات بس طبعا اللي حصل ده اخرها مين بيدفع على الارضية انا همين يعرف الفلوس خارجة من عند مين للأسف الشركة يا مادام حنان لا حول الاقوة الا بالله وهو ده يرضي ربنا ماهو يا مادام حنان العميل اللي احنا استوردنا البضاء لصالحه دفع كل فلوسه كاملا لا حول ولا قوة الا بالله انت ايه اللي جابك هنا؟ انا مش في ميتين مادام حنان معنا همر بالنبى بلا ابدا عليك اهه اهه الحكومة هجم تهانة على رجالة الحاجة هداية كانوا مستخبيين ما تحملوا البلد خرجوا، ولعوا نار الحكومة لجطتهم حصل ضرب نار الحكومة صفتهم طيب العربية المتحملة بالسلاح ما كانت معهم ومن وقتها ما نعرف عنها شيء يعني راحت فين؟ طيب البضاء اللي عليها ما ظهرتش مع أي تاجر انت موافع الكلام ده يا شيخ وليد؟ قالك دقتها وصلت لخط سيرة العربية وآخر حدة ويفت فيها وآخر مشوار جامد بيه وهو ده الكلام اللي احنا عايزين نسمعه قولي بقى آخر مشوارنا العربية كان فيه كان هناك داليا رانيم اتي وحشتين انت أكثر إزايك بابا أخبارك إيه؟ الحمد لله رانيم حبيت تعملك مفاجأة داليا هي بتاعت مين السلسلة دي؟ دي بتاعت لانيا مش هاي بحاجتها يرميها في الزبالة أو كلم حد من أهلها يجي يا خطر رانيم اقفل الزفت ده وتعالي انا مش كده يا بابا مشويش عليها تغديتي؟ لا طب تحبيني لكم مع بعض؟ نيس يالا انت يا بابا تغليت؟ أنا كما مجدش يالا نأكل كل انا سالك ينفع يعني تخدني كده عليك؟ مالا كويس قدامك اهو كده وكويس؟ طيب ماشي ممكن طيب بقى تقولي إيه اللي حصل بظبط؟ عشان همش دخل دماغي موضوعني فيه حد عكستريم ده بس هو ده اللي حصل زياد والله هو ده اللي حصل يا حبيبي أنا كنت راجعة من برا قلقان عليك شوية دلوقتي بقيت قلقان عليك كتير هو أنت ليه محسسيني إن العنف ده بيحصل في مصر بس على فكرة بيحصل في كل العالم ومش حتة خناء اللي هتخلينا سافر أنا قلت لك بقى اللي خلاني أسافر كانت خناءة برضو واتضربت فيها كده زيك بس اللي ضربني كان أبوك والله يرحمه بقى أنا هو كان فيه بيننا مشاكل كتير طبعا عارف ليه والله الحاجة الوحيدة اللي أنا عارفها إنك كنت بتهربي من البيت كتير آه علشان ما كنتش عايزة أكل من مال حرام من فلوس المخدرات بس رحيم ما بيتجرش في المخدرات يا فرح رحيم ده إنسان فاسد أنت مقردش اللي كتب عنه أيام لما تسجل ما شفتش اسمه واستقسام المجرمين اللي هربوا وغسلوا فلوس أيام الثورة ولا أنت فاكر إن الفلوس الحرام بتبقى فلوس تجارته مخدراته بس أهلا 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 إزاك يا فرح وحشين الساكري يا حب أنت كمان وحشيني عملا إيه؟ أنا كويسة الحمد لله بس بصراحة يعرف زعلانة منك ليه بس؟ بقى تتكلمي مع رحيم على سفر زياد وتستأذنيه هو مش أنا؟ على فكرة يا فرح أنا اللي مربية زياد وأي حد عايز يفكر يقرب منه لازم يستأذن أنا الأول عندك حق أنا أسفهم صحيحة فيه